طيب كابتن خالد بيبو كشف عن موعد انتظام معالي معلول وبرستاو والكلام ده كنت اتكلمت فين بارح قلت علي معلول منتظر قرار من الاتحاد التونسي أو المدير الفني للمنتخب التونسي علي معلول النهاردة موجود مع منتخب تونس بعد المباراة هيلحق ان شاء الله في مساء اليوم أو غدا ان شاء الله ببعثة فريق النادي الأهلي عقب انتهاء ارتبطهم يعني مع منتخبات بلادهم نفس الأمر على بيرستاو ان شاء الله برضو هيلحق بالأهلي غدا في المساء عشان يكون جاهز لمباراة السوبر الافريقي طيب ماتش السوبر الافريقي واتحاد العاصمة الجزائري معنا كل اللقطات الخاصة وكل اللقطات الحصرية لتحرك الفريق تواجد الفريق حاليا في صالة الصفر القيمة التدريب النهاردة كان فيه تدريب صباحي للفريق النهاردة كان ممكن عندنا اللقطات مهمة جدا لأول لقطة لأنتوني مودست في ماراني الفريق على ملعب مختار التيتش بالجزيرة زي ما انتم شايفين بقى على الشاشة استقبال اللاعبين والترحيب بانتوني مودست أنا كنت عايزة شوف بس يعني الترحيب الزيف لما الفريق استطف كده على الجانبين كلكم طبعا عارفين الاحتفالات تبقى عاملة ازاي بتبقى على فكرة رغم ان هي ممتعة اهي يعني ممكن اتبقى معنا اهي رغم ان هي ممتعة على فكرة لكن في نفس الوقت ممكن تبقى مؤلمة جدا يعني الهزار والتهريك مع اللاعبة زي ما انتم شايفين بص رامر ربيع بيقوله استعدوا اجهز وكعرفة اكيد ترحيب بانتوني مودست اللاعبة مزة الاهل يا جماعة مفيش لعيب بيدخل فرقة الاهل ومحتاج وقت على ما ينسجم ويعيش الاجواء لا 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 هينبسط بالاجواء وعيش الاجواء وهو عاش الاجواء كمان من مبارح لما شفنا كده طريق التقديم وبشرب الشاي والحفل الغناء اللي تقدم على الطريقة المصرية الفرنسية والالحان والغناء اللي كان موجود فيه تقديم انتوني مودست نتمنى يا رب يكون صفقة موافقة وعلى فكرة عملت ردود فعل قوي جدا في الصحافة الاوروبية والصحافة العالمية لما الصحف الاوروبية والعالمية وابرز الصحفيين اللي بيغطوا موسم الانتقالات سواء في الصيف او الشتاء يتكلم على ان النادي الاهلي تعاقد مع لعب عالمي زي انتوني مودست دور المصري يا جماعة على فكرة محتاج لعيبة من النوعية دي محتاج صفقات من النوعية دي ما انت لما مثلا لعيب ايا كان اسمه عنده 36 سنة 37 سنة بيروح للمملكة العربية السعودية تقول ايه الجمال ده لو راحل دور القطري تقول ايه الحلاوة دي يعني ما بيتقلش ده ليه مثلا لما الاهل جاب لعيب بنفس المواصفات دي في الدور المصري لا سعيتي هتقلك يتدفع رقم زي داي ازاي في لعيب عنده 35 سنة عموما نبدأ ونتكلم بقى على رحلة الفريق الى السعودية دمكم على الشاشة دي لعطات خاصة لانتوني مودست والفريق في مطار القاهرة استعادة ان شاء الله للصفر بعد دقيق قليلة جدا الى المملكة العربية السعودية مارسل كولار انتوني مودست مودست بيتكلم فرنساوي فاقرب اللعابين لي اللي بيتحدثوا نفس اللغة بنتكلم فعالي معلول وقاليو ديانك طاهر محمد طاهر داخل اختبار فرنسي صعب يعني هيبدأ يتكلم مع انتوني مهاجم فرنسي فهيكلم فرنساوي فهيكون موجود خلال الفترة اللي جاية طاهر بقى من اكتر اللعابة المصرية اللي بتتحدث اللغة الفرنسية باجادة تم فهيبقى فيه تفاهم وتجنس بشكل كبير جدا شايفين طبعا افراد الجهاز الفني كابتن سامي قمصان اللاعبين احمد عبدالقادر كريستو احمد نبيل كوكا قلت لحضراتكم حاليا في المطار في حوالي 21 لعب على فكرة مصطفى شبير حسين الشحات ومدعب كده مع كاميرا القناة وعدد من اللاعبين اكيد هيكونوا موجودين عمر السلائي على فكرة مش هيكون موجود في هذه المباراة نتيجة الاصابة نفس الامر محمود متولي ولكن موجود رامي ربيعة موجود محمد عبدالمنعم ياسر ابراهيم على فكرة موجود كمان مع الفريف المطار جهاز الفني بيحاول بس بيشوف مدى جهزية ياسر خلال 48 ساعة القادم افراد الجهاز الفني الجهاز الاداري الجهاز الطبي يعني كواليس كتيرة جدا عن فريل اهلي حلام في مطار القاهرة